أعمال الرسل الأصحاح الأول دونت في كتابي الأول يا ثوفيلوس جميع ما عمل يسوع وعلم من بدء رسالته إلى اليوم الذي ارتفع فيه إلى السماء بعدما أعطى بالروح القدس وصايا للذين اختارهم رسلا ولهم أظهر نفسه حيا ببراهين كثيرة وتراء لهم مدة أربعين يوما بعد آلامه وكلمهم على ملكوت الله وبينما هو يأكل معهم قال لا تتركوا أوروشاليم بل انتظروا فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني يحنى عمد بالماء وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس بعد أيام قليلة فسأل الرسل يسوع عندما كانوا مجتمعين معه يا رب أفي هذا الزمن تعيد الملكة إلى إسرائيل فأجابهم ما لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي حددها الآب بسلطانه ولكن الروح القدس يحل عليكم ويهبكم القوة وتكونون لي شهودا في أوروشاليم واليهودية كلها والسامرة حتى أقاص الأرض ولما قال يسوع هذا الكلام ارتفع إلى السماء وهم يشاهدونه ثم حجبته سحابة عن أنظارهم وبينما هم ينظرون إلى السماء وهو يبتعد عنهم ظهر لهم رجلان في ثياب بيضاء وقالا لهم أيها الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء يسوع هذا الذي صعد عنكم إلى السماء سيعود مثل ما رأيتموه ذاهبا إلى السماء فرجع الرسل إلى أوروشاليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون وهو قريب من أوروشاليم على مسيرة سبت منها ولما دخلوا المدينة صعدوا إلى غرفة في أعلى البيت كانوا يقيمون فيها وهم بطرس ويوحنى ويعقوب وأندراوس وفليبوس وتومة وبرتلومواوس ومتى ويعقوب بن حلفة والسمعان الوطني الغيور ويهوذ بن يعقوب وكانوا يواظبون كلهم على الصلاة بقلب واحد مع بعض النساء ومريم أم يسوع وإخوته وفي تلك الأيام خطب بطرس في الإخوة وكان عدد الحاضرين نحو مائة وعشرين فقال يا إخوتي كان لابد أن يتم ما أنبأ به الروح القدس في الكتاب من قبل بلسان داود على يهوذ الذي جعل نفسه دليلا للذين قبضوا على يسوع كان واحدا منا وله نصيب معنا في هذه الخدمة ثم اشترى بثمن الجريمة حقلا فوقع على رأسه وانشق من وسطه واندلقت أمعاؤه كلها وعرف ذلك سكان أرشليم كلهم حتى تسمى هذا الحقل في لغتهم حقل دم أي حقل الدم فكتاب المزامير يقول لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن ويقول أيضا ليأخذ وظيفته آخر ونحن فينا رجال رافقون طوال المدة التي قضاها الرب يسوع بيننا منذ أن عمده يحنى إلى يوم ارتفع عنا فيجب أن نختار واحدا منهم ليكون شاهدا معنا على قيامة يسوع فاقترح الإخوة اثنين منهم هما يوسف المدعو برسابة الملقب بيوستوس ومتياس ثم صلوا فقالوا يا رب أنت تعرف ما في القلوب أظهر لنا من اخترت من هذين الرجلين ليقوم بالخدمة والرسالة مقام يهوذة الذي تركهما ومضى ليلقى مصيره ثم اقترعوا فأصابت القرعة متياس فانضم إلى الرسل الأحد عشر الأصحاح الثاني ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد فخرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا وكان في أوروشليم أناس أتقياء من اليهود جاءوا من كل أمة تحت السماء فلما حدث ذلك الصوت اجتمع الناس وهم في حيرة لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته فاحتاروا وتعجبوا وقالوا أما هؤلاء المتكلمون كلهم من الجليل فكيف يسمعهم كل واحد مننا بلغة بلده نحن من برثية ومادية وعلامة وما بين النهرين واليهودية وكبادوكية وبونتص وأسية وفريجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبية المجاورة لطيرين ورومانيون مقيمون هنا وكريتيون وعرب يهود ودخلاء ومع ذلك نسمعهم يتكلمون بلغاتنا على أعمال الله العظيمة وكانوا كلهم حائرين مذهولين يقول بعضهم لبعض ما معنى هذا؟ لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين أسكرتهم الخمر فوقف بطرس مع التلاميذ الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها اليهود ويا جميع المقيمين في أوروشاليم أصغوا إلى كلامي واعلموا هذا ما هؤلاء سكارة كما تظنون فنحن بعد في التاسعة صباحا وما هذا إلا ما قاله النبي يؤيل قال الله في الأيام الأخيرة أفيد من روحي على جميع البشر فيتنبأوا بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عبيد رجالا ونساء أفيد من روحي في تلك الأيام فيتنبأون كلهم وأعملوا عجائب فوق في السماء ومعجزات تحت في الأرض يكون دم ونار ودخان كثيف وتصير الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يجيء اليوم البهي العظيم يوم الرب فمن دع باسم الرب يخلص يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام كان يسوع الناصري رجلا أيده الله بينكم بما أجرى على يده من العجائب والمعجزات والآيات كما أنتم تعرفون وحين أسلم إليكم بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق صلبتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين ولكن الله أقامه وحطم قيود الموت فالموت لا يمكن أن يبقيه في قبضته لأن داود يقول فيه رأيت الرب معي في كل حين فهو عن يميني لألا أضطرب لذلك فرح قلبي وهلل لساني وجسدي سيرقد على رجاء لأنك لا تتركني في عالم الأموات ولا تدع قدوسك يرى الفساد هديتني طريق الحياة وستملأني سرورا برؤية وجهك أيها الإخوة دعوني أقول لكم جهارا مات أبونا داود ودفن وقبره هنا عندنا إلى هذا اليوم وكان نبيا فعرف أن الله حلف له يمينا أن من نسله يقيم من يستوي على عرشه ورأى داود من قبل قيامة المسيح وتكلم عليها فقال ما تركه الله في عالم الأموات ولا نال من جسده الفساد فيسوع هذا أقامه الله ونحن كلنا شهود على ذلك فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه علينا وهذا ما تشاهدون وتسمعون فداود ما صعد إلى السماء وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك فليعلم بنو إسرائيل كلهم علم اليقين أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزتهم قلوبهم فقالوا لبطرس وسائر الرسل ماذا يجب علينا أن نعمل أيها الإخوة فقال لهم بطرس توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح فتغفر خطياكم وينعم عليكم بالروح القدس لأن الوعد لكم ولأولادكم ولجميع البعيدين بقدر ما يدعو منهم الرب إلهنا وكان بطرس يناشدهم ويعظهم بكلام آخر ويقول تخلصوا من هذا الجيل الفاسد فالذين قبلوا كلامه تعمدوا فانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة ألاف نفس وكانوا يداومون على الاستماع إلى تعليم الرسل وعلى الحياة المشتركة وكسر الخبز والصلاة وتمت عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل فاستولى الخوف على جميع النفوس وكان المؤمنون كلهم متحدين يجعلون كل ما عندهم مشتركا بينهم يبيعون أملاكهم وخيراتهم ويتقاسمون ثمنها على قدر حاجة كل واحد منهم وكانوا يلتقون كل يوم في الهيكل بقلب واحد ويكسرون الخبز في البيوت ويتناولون الطعام بفرح وبساطة قلب ويسبحون الله وينالون رضا الناس كلهم وكان الرب كل يوم يزيد عدد الذين أنعم عليهم بالخلاص الأصحاح الثالث وصعد بطرس ويحن إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر فإذا بعض الناس يحملون رجلا كسيحا منذ مولده وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل المعروف بالباب الجميل ليستعطي الداخلين فلما رأى بطرس ويحن يدخلان الهيكل طلبا أن يتصدقا عليه فتفرسا فيه ثم قال له بطرس انظر إلينا فنظر إليهما متوقعا أن ينال شيئا فقال له بطرس لا فضة عندي ولا ذهب ولكني أعطيك ما عندي باسم ياسوع المسيح الناصري قم وامشي وأمسك بيده اليمنى وأنهضاه فاشتدت قدماه وكعباه في الحال فقام واتبا وأخذ يمشي ودخل الهيكل معهما ماشيا قافزا يمجد الله وشاهده الناس كلهم يمشي ويمجد الله فعرفوا أنه هو الشحاد الذي كان يقعد عند الباب الجميل فامتلأوا حيرة وعجبا مما جرى له وبينما الرجل يلازم بطرس ويحن تدافع الناس كلهم في حيرة نحو الرواق الذي يقال له رواق سليمان فلما رأاهم بطرس على هذه الحال قال لهم يا بني إسرائيل ما بالكم تتعجبون مما جرى ولماذا تنظرون إلينا كأننا بقدرتنا أو تقوانا جعلنا هذا الرجل يمشي إله إبراهيم واصحاق ويعقوب إله آبائنا هو الذي مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه إلى أعدائه وأنكرتموه أمام بلاطس وكانا عزم على إخلاء سبيله نعم أنكرتم القدوس البار وطلبتم العفو عن قاتل فقتلتم منبع الحياة ولكن الله أقامه من بين الأموات ونحن شهود على ذلك وبفضل الإيمان باسمه عادت القوة إلى هذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه فالإيمان بيسوع هو الذي جعله في كمال الصحة أمام أنظاركم جميعا أنا أعرف أيها الإخوة أن ما فعلتم أنتم ورؤسائكم بيسوع كان عن جهل فأتم اللهم أوحى إلى جميع أنبيائه وهو أن مسيحه سيتألم فتوبوا وارجعوا تغفر خطاياكم فتجيء أيام الفرج من عند الرب حين يرسل إليكم المسيح الذي سبق أن عينه لكم أي يسوع الذي يجب أن يبقى في السماء إلى أن يحين زمن تجديد كل شيء مثل ما أعلن الله من قديم الزمان بلسان أنبيائه الأطهار فإن موسى قال سيقيم الرب إلهكم من بين إخوتكم نبيا مثلي فاسمعوا له في كل ما يقوله لكم ومن لا يسمع لهذا النبي يطلع من بين الشعب والأنبياء كلهم من صموئيل إلى الذين جاءوا بعده تكلموا فأنبأوا هم أيضا بمجيء هذه الأيام فأنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عقده الله لآبائكم حين قال لإبراهيم بنسلك أبارك كل شعوب الأرض فلكم أولا أقام الله فتاه وأرسله بركة لكم ترد كل واحد منكم عن شروره الأصحاح الرابع وبينما بطرس ويحنى يخطبان في الشعب جاء إليه مال كهنة ورئيس حرس الهيكل والصدقيون وهم مستاؤون لأنهما كانا يعلمان الشعب ويعلنان قيامة الأموات بقيامة يسوع فأمسكوهما وحبسوهما إلى الغد لأنه جاء المساء وآمن كثير من الذين سمعوا الكلمة فبلغ عدد المؤمنين من الرجال نحو خمسة ألاف وفي الغد اجتمع في أرشليم رؤساء اليهود والشيوخ ومعلمو الشريعة وحنان رئيس الكهنة وقيافا ويحنى وإسكندر وأبناء رؤساء الكهنة كلهم ثم استدعوا بطرس ويحنى وسألوهما بأي سلطة أو بأي اسم عملتما هذا فأجابهم بطرس وهو ممتلئ من الروح القدس يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ إذا كنتم تسألوننا اليوم عن الإحسان إلى مريض لتعرفوا كيف شفي فاعلموا جميعا وليعلم شعب إسرائيل كله أن هذا الرجل يقف هنا أمامكم صحيحا معافا باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم وأقامه الله من بين الأموات هذا هو الحجر الذي رفطموه أيها البناءون فصار رأس الزاوية لا خلاص إلا بيسوع فما من اسم آخر تحت السماء وهبه الله للناس نقدر به أن نخلص فلما رأى أعضاء المجلس جرأة بطرس ويحنى تعجبوا لأنهم عرفوهما أميين من عامة الناس ولكنهم علموا أنهما كانا قبلا مع يسوع وهم إلى ذلك يشاهدون الرجل الذي شفي واقفا قربهما فما كان لهم ما يجادلون فيه فأمروهما أن يخرجا من المجلس ثم تشاوروا وقالوا ماذا نفعل بهذين الرجلين فكل سكان أوروشاليم يعرفون أن هذه الآية المبينة تمت على أيديهما فلا نقدر أن ننكرها ولكن لألا يزداد انتشار هذا الخبر بين الشعب فلننذرهما بأن لا يعودا إلى ذكر اسم يسوع أمام أحد ثم استدعوهما وأمروهما أن لا ينطقا أو يعلما باسم يسوع فقال لهم بطرس ويحنى أنتم أنفسكم أحكموا هل الحق عند الله أن نطيعكم أم أن نطيع الله أما نحن فلا يمكننا إلا أن نتحدث بمرأينا وسمعنا فأنذروهما ثانية ولكنهم حاروا كيف يعاقبونهما فأخلوا سبيلهما خوفا من الشعب فالناس كلهم كانوا يمجدون الله على ما جرى لأن الرجل الذي نال هذا الشفاء العجيب جاوز حد الأربعين ولما أخلى المجلس سبيل بطرس ويحنى رجعا إلى رفاقهما وأخبراهم بكل ما قال لهما رؤساء الكهنة والشيوخ وعندما سمعوا ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا يا رب يا خالق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها أنت قلت بلسان أبينا داود عبدك بوحي من الروح القدس لماذا هاجت الأمم وتآمرت الشعوب باطلا؟ قام ملوك الأرض وتحالف الرؤساء كلهم على الرب ومسيحه نعم تحالف في هذه المدينة هيرودوس وبنطيوس بيلاطوس وبن إسرائيل والغرباء على فتاك القدوس يسوع الذي جعلته مسيحا فعمل ما سبق أنقضت يدك ومشيئتك أن يكون فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم وامنحنا نحن عبيدك أن نعلن كلمتك بكل جرأة مد يدك لتأتيها بالشفاء والآيات والعجائب باسم فتاك القدوس يسوع وبينما هم يصلون اهتز المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأوا كلهم من الروح القدس فأخذوا يعلنون كلمة الله بجرأة وكان جماعة المؤمنين قلبا واحدا واروحا واحدة لا يدعي أحد منهم ملك ما يخصه بل كانوا يتشاركون في كل شيء لهم وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع تؤيدها قدرة عظيمة وكانت النعمة وافرة عليهم جميعا فما كان أحد منهم في حاجة لأن الذين يملكون الحقول أو البيوت كانوا يبيعونها ويجيئون بثمن المبيع فيلقونه عند أقدام الرسل ليوزعوه على قدر احتياج كل واحد من الجماعة وهكذا عمل يوسف وهو لاوي قبرصي الأصل لقبه الرسل ببرنابة أي ابن التعزية فباع حقلا يملكه وجاء بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل فقال له بطرس يا حنانية لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته ولما بعته أما كان لك أن تختفظ بثمنه فكيف نويت في قلبك هذا العمل أنت كذبت على الله لا على الناس فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه وبعد نحو ثلاث ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى فسألها بطرس قولي لي أبهذا الثمن بعتمال حقل أجابت نعم بهذا الثمن فقال لها بطرس لماذا اتفقت ما على تجربة روح الرب هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب وسيحملونك أنت أيضا فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت فدخل الشبان ووجدوها ميتة فحملوها ودفنوها بجانب زوجها فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان وما تجاسر أحد أن يخالطهم بل كان الشعب يعظمهم وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش حتى إذا مر مطرس يقع ولو ظله على أحد منهم وكانت جموع الناس تجيء إلى أرشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك فرجعوا إلى المجلس وقالوا وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا كيف جرى هذا فدخل عليهم رجل وقال لهم ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم فملأتم أوروشالين بتعليمكم وتريدون أن تلقوا المسئولية علينا في دم هذا الرجل فأجابهم بطرس والرسل يجب أن نطيع الله لا الناس إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن شهود على هذا كله وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم ولكن واحدا منهم اسمه غملائين وهو فرسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله أمر بإخراج الناس قليلا ثم قال لأعضاء المجلس يا بني إسرائيل إياكم ما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال قام فداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم فتبعه نحو أربعمائة رجل ولكنه قتل وتفرق جميع أدباعه وزال أثرهم ثم قام يهوذ الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس فهلق أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه والآن أقول لكم أتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لألا تصير أعداء الله فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح الأصحاح السادس وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية فدعا الرسل لاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس وفي لبوس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أوروشاليم واستجاب للإيمان كثير من الكهنة وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية وأخذوا يجادلون استفانوس ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته فرشوا بعض الناس ليقولوا سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس وأحضروا شهود زور يقولون هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة ونحن سمعناه يقول سيهدم يسوع النصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك الأصحاح السابع فقال رئيس الكهنة لإستفانوس أهذا صحيح؟ فأجاب اسمعوا أيها الإخوة والأباء ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران وقال له اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن من غير أن يعطيه فيها ميرافا أو موضع قدم إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده مع أنه ما كان له ولد وقال الله سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة أربعمائة سنة وقال الله ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدون هنا في هذا المكان وأعطى الله إبراهيم عهد الختان فولد إبراهيم ابنه إصحاق وختنه في اليوم الثامن وختن إصحاق يعقوب ويعقوب ختن الأباء الاثني عشر وحسد الأباء الأولون يوسف فباعوه فجيء به إلى مصر وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر فولاه فرعون على مصر وعلى قصره ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد فاحتاج أباؤنا إلى القوت وسمع يعقوب أن في مصر قمحا فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته وكانوا خمسة وسبعين شخصا فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا فتربى ثلاثة أشهر في بيت أبيه ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل ولما بلغ الأربعين خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا ورأى في الغد اثنين منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال أيها الرجلان أنتما أخوان فلماذا يؤذي أحدكما الآخر فدفعه المعتد منهما على قريبه وقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض ميديان وهناك ولد ابنين وبعد أربعين سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤية وتقدم لينظر عن قرب فنداه صوت الرب أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر فقال له الرب اخلع حذائك لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه فنزلت لأخلصه فتعال أرسلك إلى مصر فموسى الذي أنكره شعبه وقال له من جعلك رئيسا وقاضيا علينا هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة أربعين سنة وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء فطلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا ولكن أبائنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر فقالوا لهارون اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء يا بني إسرائيل هل قدمتم إلي الذبائح والقربين مدة أربعين سنة في البرية؟ لا بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رنفان أصناما صنعتموها للعبادة فسأن فيكم إلى موراء بابل وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع وبقيت هناك إلى أيام داود ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي يقول الرب السماء عرشي والأرض موطئ قدمي أي بيت تبنون لي بل أين مكان راحتي أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قسات الرقاب والقلوب ويا صم الأذان أنتم مثل أبائكم ما زلتم تقاومون الروح القدس أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيض قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله فقال أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة فأخرجوه من المدينة ليرجموه وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتن اسمه شاول وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول أيها الرب يسوع تقبل روحي وسجد وصاح بأعلى صوته يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة قال هذا ومات الأصحاح الثامن وكان شاول موافقا على قتل استفانوس وبدأت كنيسة أوروشليم تعاني اضطهادا شديدا فتشتت المؤمنون كلهم ما عدا الرسل في نواحي اليهودية والسامرة ودفن بعض الأتقياء استفانوس وأقاموا له مناحة عظيمة وكان شاول يسعى إلى خراب الكنيسة فيذهب من بيت إلى بيت ويخرج منه الرجال والنساء ويلقيهم في السجن وأخذ المؤمنون الذين تشتتوا ينتقلون من مكان إلى آخر مبشرين بكلام الله فنزل فيلوبوس إلى مدينة في السامرة وبدأ يبشر فيها بالمسيح وأصغط الجموع بقلب واحد إلى أقواله لأنها سمعت بعجائبه أو شهادتها فكانت الأرواح النجسة تخرج من أناس كثيرين وهي تصرخ بصوت شديد ونال الشفاء كثير من المفلوجين والعرج فعم المدينة فرح عظيم وكان في المدينة ساحر اسمه سمعان فتن السامريين من قبل بأعمال السحر وادعى أنه رجل عظيم فكانوا يتبعونه جميعا من صغيرهم إلى كبيرهم ويقولون هذا الرجل هو قدرة الله التي ندعوها العظيمة وكانوا يتبعونه لأنه فتنهم بأسليب سحره من زمن طويل فلما بشرهم في لبوس بملكوت الله واسم يسوع المسيح آمنوا وتعمد رجالهم ونساؤهم وآمن سمعان أيضا فتعمد ولازم في لبوس يرى ما يصنعه من الآيات والمعجزات العظيمة فتأخذه الحيرة وسمع الرسل في أرشليم أن السامريين قبلوا كلام الله فأرسلوا إليهم بطرس ويوحن فلما وصلا إلى السامرة صليا لهم حتى ينالوا الروح القدس لأنه ما كان نزل بعد على أحد منهم إلا أنهم تعمدوا باسم الرب يسوع فوضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس فلما رأى سمعان أن الله منحهم الروح القدس عندما وضع بطرس ويوحن أيديهما عليهم عرض عليهما بعض المال وقال لهما أعطياني أنا أيضا هذه السلطة لينال الروح القدس كل من أضع عليه يديه فقال له بطرس إلى جهنم أنت ومالك لأنك ظننت أنك بالمال تحصل على هبة الله لا حصة لك في عملنا ولا نصيب لأن قلبك عند الله غير سليم فتب من شرك وتوسل إلى الرب لعله يغفر لك ما خطر في بالك فأنا أراك في مرارة العلقم وشرك الخطيئة فأجاب سمعان توسلا إلى الرب من أجله لألا يصيبني شيء مما ذكرتما أما بطرس ويوحن فبعدما أديا الشهادة وأعلنا كلام الرب رجعا إلى أرشاليم وهما يبشران قرى كثيرة في السامرة وكلم ملاك الرب في لبس فقال له قم اذهب نحو الجنوب في الطريق المنحدرة من أرشاليم إلى غزة وهي مغفرة فقام في لبس ومضى وفي الطريق صادف رجلا من الحبشة وزيرا من خسيان كنداكا ملكة الحبش وخازن جميع أموالها وهو جاء إلى أرشاليم للعبادة وكان راجعا وهو جالس في مركبته يقرأ النبي إشعيا فقال الروح لفي لبس تقدم حتى تلحق هذه المركبة فأسرع إليها في لبس فسمع الرجل يقرأ النبي إشعيا فقال له أتفهم ما تقرأ؟ فأجاب كيف أفهم ولا أحد يشرح لي ورجى من في لبس أن يصعد ويجلس معه وكانت الفقرة التي يقرأها من الكتاب هي هذه كنعجة صيكة إلى الذبح كحمل صامت بين يدي من يجزه هكذا لا يفتح فمه أذلوه وسلبوه أذلوه وسلبوه أذلوه وسلبوه حقه حياته زالت عن الأرض فمن يخبر عن ذريته؟ فقال الرجل لفي لبس أخبرني من يعني النبي بهذا الكلام؟ أيعني نفسه؟ أم شخصا آخر؟ فبدأ في لبس من هذه الفقرة في الكتاب يبشره بيسوع وبينما هما في الطريق وصلا إلى مكان فيه ماء فقال الرجل لفي لبس هنا ماء فما يمنع أن أتعمد؟ فأجابه في لبس يمكنك أن تتعمد إن كنت تؤمن من كل قلبك فقال الرجل أؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله ثم أمر بأن تقف المركبة ونزل هو وفي لبس إلى الماء فعمده في لبس ولما خرجا من الماء خطفا روح الرب في لبس فغابا عن نظر الرجل فمضى في طريقه فرحا وأما في لبس فوجد نفسه في أشدود ثم سار مبشرا في المدن كلها حتى وصل إلى قيصرية الأصحاح التاسع أما شاول فكان ينفث صدره تهديدا وتقتيلا لتلاميذ الرب فذهب إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق ليعتقل الرجال والنساء الذين يجدهم هناك على مذهب الرب ويجيء بهم إلى أوروشاليم وبينما هو يقترب من دمشق سطع حوله بغتة نور من السماء فوقع إلى الأرض وسمع صوتا يقول له شاول شاول لماذا تطهدني فقال شاول من أنت يا رب فأجابه الصوت أنا يسوع الذي أنت تطهده صعب عليك أن تقاومني فقال وهو مرتعب خائف يا رب ماذا تريد أن أعمل فقال له الرب قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ما يجب أن تعمل وأما رفاق شاول أجابه نعم يا رب فقال له الرب قم اذهب إلى الشارع المعروف بالمستقيم واسأل في بيت يهوذ عن رجل من طرصوس اسمه شاول وهو الآن يصلي فيرى في الرؤية رجلا اسمه حنانية يدخل ويضع يديه عليه فيبصر فأجابه حنانية يا رب أخبرني كثير من الناس كم أساء هذا الرجل إلى قدسيك في أوروشاليم وهو هنا الآن ولاه سلطة من رؤساء الكهنة أن يعتقل كل من يدع باسمك فقال له الرب اذهب لأني اخترته رسولا لي يحمل اسمي إلى الأمم والهلوك وبني إسرائيل وسأريه كم يجب أن يتحمل من الآلام في سبيل اسمي فذهب حنانية ودخل البيت ووضع يديه على شاول وقال يا أخي شاول أرسلني إليك الرب يسوع الذي ظهر لك وأنت في الطريق التي جئت منها حتى يعود البصر إليك وتمتلئ من الروح القدس فتساقط من عينيه ما يشبه القشور وعاد البصر إليه فقام وتعمد ثم أكل فعادت إليه قواه وأقام شاول بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق ثم سارع إلى التبشير في المجامع بأن يسوع هو ابن الله فكان السامعون يتعجبون ويقولون أما كان هذا الرجل في أرشليم يضطهد كل من يدعو بهذا الاسم؟ وهل جاء إلى هنا إلا ليعتقلهم ويعود بهم إلى رؤساء الكهنة؟ لكن شاول كان يزداد قوة في تبشيره فأثار الحيرة في عقول اليهود المقيمين في دمشق بحججه الدامغة على أن يسوع هو المسيح وبعد مدة من الزمن وضع اليهود خطة ليقتلوه فوصل خبرها إليه وكانوا يراقبون أبواب المدينة ليل نهار ليغتالوه فأخذه التلاميذ ليلا ودلوه من السور في قفة ولما وصل شاول إلى أرشليم حاول أن ينضم إلى التلاميذ فكانوا كلهم يخافون منه ولا يصدقون أنه تلميذ فجاء به برنابا إلى الرسل وروى لهم كيف رأى شاول الرب في الطريق وكلمه الرب وكيف بشر بشجاعة باسم يسوع في دمشق فأخذ يروح ويجيء مع التلاميذ في أرشليم يبشر بشجاعة باسم الرب وكان يخاطب اليهود المتكلمين باللغة اليونانية ويجادلهم فحاولوا أن يقتلوه فلما عرف الإخوة بالأمر أنزلوه إلى قيصرية وأرسلوه منها إلى طرصوس وأخذت الكنيسة في جميع اليهودية والجليل والسامرة تنعم بالسلام وكانت تنمو وتسير في خوف الرب وتتكاثر بمعونة الروح القدس وكان بطرس يسير في كل مكان فجاء إلى الإخوة القديسين المقيمين في لدة فلقي فيها رجلا اسمه إنياس وكان كسيحا يلزم الفراش من ثماني سنوات فقال له بطرس يا إنياس شفاك يسوع المسيح فقم ورتب فراشك بيدك فقام في الحال ورعاه جميع سكان لدة وشارون فاهتدوا كلهم إلى الرب وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثة وباليونانية دوروكاس أي غزالة تصرف كل وقتها في الأعمال الصالحة وإعانة المحتاجين فمرضت في ذلك الوقت وماتت فغسلوها ووضعوها في الغرفة العليا ولأن لدة قريبة من يافا عرف التلاميذ أن بطرس فيها فأرسلوا إليه رجلين يقولان له تعال إلينا ولا تتأخر فقام بطرس مسرعا ورجع معهما إلى يافا فلما وصل صعدوا به إلى الغرفة العليا فاستقبلته الأرامل باكيات يرينه القمصان والثياب التي خاطتها دوروكاس عندما كانت معهن على قيد الحياة فأخرج بطرس الناس كلهم وسجد وصل ثم التفت إلى الجثة وقال طبيثة قومي ففتحت عينيها ولما رأت بطرس جلست فمد يده إليها وأنهضها ثم دع الإخوة القديسين والأرامل وأحضرها حية فانتشر الخبر في يافا كلها فآمن بالرب عدد كبير من الناس وأقام بطرس عدة أيام في يافا عند دباغ اسمه سمعان الأصحاح العاشر وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس ضابط من الفرقة الإيطالية في الجيش كان تقيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته ويحسن إلى الشعب بسخاء ويداوم على الصلاة لله فرأى نحو الساعة الثالثة من النهار في رؤية واضحة ملاك الله يدخل عليه ويناديه يا كورنيليوس فنظر إليه في خوف وقال ما الخبر يا سيدي فقال له الملاك صعدت صلواتك وأعمالك الخيرية إلى الله فتذكرك فأرسل الآن رجالا إلى يافا وجئ بسمعان الذي يقال له بطرس فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان وبيته على شاطئ البحر فلما انصرف الملاك الذي كان يكلمه دعا اثنين من خدمه وجنديا تقيا من أخصائه وأخبرهم بكل ما جرى وأرسلهم إلى يافا فساروا في الغد وبينما هم يقتربون من يافا صعد بطرس إلى السطح نحو الظهر ليصلي فجاع وأراد أن يأكل ولما أخذوا يهيئون له الطعام وقع في غيبوبة فرأى السماء مفتوحة وشيئا يشبه قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة تتدلى إلى الأرض وكان عليها من جميع دواب الأرض وزحافاتها وطيور السماء وجاءه صوت يقول له يا بطرس قم اذبح وكل فقال بطرس لا يا رب ما أكلت في حياتي نجسا أو دنسا فقال له الصوت ثانية ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا وحدث هذا ثلاث مرات ثم ارتفع الشيء في الحال إلى السماء وبينما بطرس في حيرة يسائل نفسه ما معنى هذه الرؤية التي رآها كان الرجال الذين أرسلهم كورنيليوس سألوا عن بيت سمعان ووقفوا بالباب ونادوا المستخبرين هل سمعان الذي يقال له بطرس نازل هنا؟ كان بطرس لا يزال يفكر في الرؤية فقال له الروح هنا ثلاثة رجال يطلبونك فقم وانزل إليهم واذهب معهم ولا تخف لأني أنا أرسلتهم فنزل بطرس وقال لهم أنا هو الذي تطلبونه لماذا جئتم؟ أجابوا أرسلنا الضابط كورنيليوس وهو رجل صالح يخاف الله ويشهد على فضله جميع اليهود لأن ملاكا طاهرا أبلغه أن يجيء بك إلى بيته ليسمع ما عندك من كلام فدعاهم بطرس وأنزلهم عنده وفي الغد قام وذهب معهم يرافقه بعض الإخوة من يافا فوصل إلى قيصرية في اليوم التالي وكان كورنيليوس ينتظرهم مع الذين دعاهم من أنسبائه وأخص أصدقائه فلما دخل بطرس استقبله كورنيليوس وارتمى ساجدا له فأنهضه بطرس وقال له قم ما أنا إلا بشر مثلك ودخل وهو يحادثه فوجد جمعا كبيرا من الناس فقال لهم تعرفون أن اليهودي لا يحل له أن يخالط أجنبيا أو يدخل بيته لكن الله أراني أن لا أحسب أحدا من الناس نجسا أو دنسا فلما دعوتموني جئت من غير اعتراض فأسألكم لماذا دعوتموني فقال كورنيليوس كنت من أربعة أيام أصلي في بيتي عند الساعة الثالثة بعض الظهر فرأيت رجلا عليه ثياب براقة يقف أمامي ويقول لي يا كورنيليوس سمع الله صلواتك وذكر أعمالك الخيرية فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الذي يقال له بطرس فهو نازل في بيت سمعان الدباغ على شاطئ البحر فأرسلت إليك في الحال وأنت أحسنت في مجيئك ونحن الآن جميعا في حضرة الله لنسمع كل ما أمرك به الرب فقال بطرس أرى أن الله في الحقيقة لا يفضل أحدا على أحد فمن خافه من أية أمة كانت وعمل الخير كان مقبولا عنده أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلن بشارة السلام بيسوع المسيح الذي هو رب العالمين وأنتم تعرفون ما جرى في اليهودية كلها ابتداء من الجليل بعد المعمودية التي دعا إليها يوحنة وكيف مسح الله يسوع الناصري بالروح القدس والقدرة فسار في كل مكان يعمل الخير ويشفي جميع الذين استولى عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود على كل ما عمل من الخير في بلاد اليهود وفي أرشالين ونحن شهود على كل ما عمل من الخير في بلاد اليهود وفي أرشالين وهو الذي صلبوه وقتلوه ولكن الله أقامه في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر لا للشعب كله بل للشهود الذين اختارهم الله من قبل أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات وأوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أن الله جعله ديانا للأحياء والأموات وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا وبينما بطرس يتكلم نزل الروح القدس على جميع الذين يسمعون كلامه فتعجب أهل الختان الذين رافقوا بطرس حين رأوا أن الله أفاض هبة الروح القدس على غير اليهود أيضا لأنهم سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله فقال بطرس هؤلاء الناس نالوا الروح القدس مثلنا نحن فمن يمكنه أن يمنع عنهم ماء المعمودية؟ وأمرهم بأن يتعمدوا باسم يسوع المسيح فدعوه إلى أن يقيم عندهم بضعة أيام الأصحاح الحادي عشر سمع الرسل والإخوة في اليهودية أن غير اليهود أيضا قبلوا كلام الله فلما صعد بطرس إلى أوروشاليم خاصمه أهل الختان وقالوا له دخلت إلى قوم غير مختنين وأكلت معهم؟ فروا لهم بطرس كل ما جرى له قال كنت أصلي في مدينة يافا فرأيت في الغيبوبة رؤيا فإذا شيء مثل قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة يتدل من السماء حتى وصل إليه ونظرت إليه جيدا فرأيت عليه دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء وسمعت صوتا يقول لي يا بطرس قم اذبح وكل فقلت لا يا رب ما دخل فمي طعام نجس أو دنس من قبل فأجابني الصوت ثانية من السماء ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا وحدث هذا ثلاث مرات ثم ارتفع الشيء كله إلى السماء وفي تلك الساعة وقف ثلاثة رجال بباب البيت الذي كنت فيه وكانوا مرسلين إلي من قيصرية فأمرني الروح أن أذهب معهم من دون تردد فرافقني هؤلاء الإخوة الستة إلى قيصرية فدخلنا بيت كورنيليوس فأخبرنا كيف رأى الملاك يقف في بيته ويقول له أرسل إلى يافا وجئ بالسمعان الذي يقال له بطرس فهو يكلمك كلاما تخلص به أنت وجميع أهل بيتك فلما بدأت أتكلم نزل الروح القدس عليهم مثل ما نزل علينا نحن في البدء فتذكرت ما قال الرب عمد يحن بالماء وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس فإذا كان الله وهب هؤلاء ما وهبنا نحن عندما آمان بالرب يسوع المسيح فمن أكون أنا لأقاوم الله فلما سمع الحاضرون هذا الكلام هدأوا ومجدوا الله وقالوا أنعم الله إذن على غير اليهود أيضا بالتوبة سبيلا إلى الحياة وأما المؤمنون الذين شتتهم الاضطهاد الذي نزل بهم بعد مقتل استفانوس فانتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا وكانوا لا يبشرون أحدا بكلام الله إلا اليهود ولكن بعض هؤلاء المؤمنين من قبرص وقيرين جاءوا إلى أنطاكيا وأخذوا يخاطبون الناطقين باللغة اليونانية أيضا ويبشرونهم بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم فآمن منهم كثيرون واهتدوا إلى الرب وبلغ الخبر مسامع الكنيسة في أرشاليم فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا فلما جاء ورأى نعمة الله فرح وشجعهم كلهم على الثبات في الرب بكل قلوبهم وكان برنابا رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدسي والإيمان فانضم إلى الرب جمع كبير وذهب برنابا إلى ترسوس يبحث عن شاول فلما وجده جاء به إلى أنطاكيا فأقاما سنة كاملة يجتمعان إلى جماعة الكنيسة فعلما جمعا كبيرا وفي أنطاكيا تسمى التلاميذ أول مرة بالمسيحيين وفي تلك الأيام نزل بعض الأنبياء من أرشاليم إلى أنطاكيا فقام أحدهم واسمه أغابوس وتنبأ بوحي من الروح أن مجاعة عظيمة ستعم الأرض كلها وهي التي حدثت في أيام القيصر كلوديوس فعزم التلاميذ أن يرسلوا كل واحد وقدرته معونة إلى الإخوة المقيمين في اليهودية وفعلوا ذلك فأرسلوا معوناتهم إلى شيوخ الكنيسة الأصحاح الثاني عشر وفي ذلك الوقت أخذ الملك هيرودوس يضطهد بعض رجال الكنيسة وقتل بحد السيف يعقوب أخي يحنى فلما رأى أن هذا يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس وكان ذلك في أيام الفطير وبعدما قبض عليه ألقاه في السجن وسلمه إلى أربع فرق ليحرسوه كل فرقة أربعة جنود وكان ينوي أن يعرضه للشعب بعد عيد الفصح فأبقاه في السجن وكانت الكنيسة تصلي إلى الله بلا انقطاع من أجله وكان بطرس في الليلة التي عزم هيرودوس أن يعرضه بعدها للشعب نائما بين حارسين وكان مقيدا بسلسلتين وعلى الباب جنود يحرسون السجن وظهر ملاك الرب بغتة فسطع نور في داخل السجن وضرب الملاك بطرس على جنبه فأيقظه وقال له قم سريعا فانحلت السلسلتان عن يديه وقال له الملاك شد حزامك واربط حذائك ففعل ثم قال له البس ثوبك واتبعني فخرج يتبعه وهو لا يعرف أن ما فعله الملاك كان شيئا حقيقيا بل ظن أنه رؤيا فاشتازا الحارس الأول والثاني ووصلا إلى الباب الحديدي الذي يواجه المدينة فانفتح من تلقائه وخرجا حتى قطعا شارعا واحدا ففارقه الملاك في الحال فأفاق بطرس من غفلته وقال الآن تأكد لي أن الرب أرسل ملاكه فأنقذني من يده رودوسا ومن كل ما كان اليهود ينتظرون أن يفعلوه به ثم فكر قليلا وذهب إلى بيت مريم أم يوحنة الملقب بمرقص وكان هناك جماعة كبيرة تصلي فدق بطرس الباب الخارجي فجاءت جارية اسمها رودة تتسمع فلما عرفت صوت بطرس أسرعت إلى داخل البيت من دون أن تفتح الباب لشدة فرحها وأخبرتهم بأن بطرس على الباب فقالوا لها أنت تهذين فأصرت على كلامها فقالوا لها هذا ملاكه وأخذ بطرس يدق الباب حتى فتحوا له فلما شاهدوه تعجبوا فأسكتهم بإشارة من يده وروا لهم كيف أخرجه الرب من السجن وقال لهم أخبروا يعقوب والإخوة بما جرى ثم خرج وذهب إلى مكان آخر وعند الصباح اضطرب الحرس كثيرا وتساءلوا ماذا جرى لبطرس ولما طلبه هيرودوس فما وجده سأل الحرس وأمر بقتلهم ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام فيها وكان هيرودوس غاضبا على أهل صورة وصيدة فاتفقوا فيما بينهم وجاءوا إليه بعدما استمالوا بلاستوس حاجب الملك وطلبوا السلام لأن بلادهم تعتمد في رزقها على مملكته وفي اليوم المعين لبس هيرودوس ثيابه الملوكية وجلس على العرش يخطب في الشعب فصاحوا هذا صوت إله لا صوت إنسان فضربه ملاك الرب في الحال لأنه ما مجد الله فأكله الدود ومات وكان كلام الله ينتشر ويثمر ورجع برنابا وشاول من أرشليم بعدما أتما خدمتهما يرافقهما يحنى الملقب ماركوس الأصحاح الثالثة عشر وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر ولوكيوس القيرني ومناين وهو صديق الوالي هيرودوس من الطفولة وشاول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه فصاموا وصلوا ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سالوكيا ومنها سافرا في البحر إلى قبرص فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود وكان يعاونهما يحنى فاشتازال جزيرة كلها حتى مدينة بافوس فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سارجيوس بولوس حاكم الجزيرة وكان هذا رجلا عاقلا فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله ولكن عليما الساحر وهذا معنى اسمه عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان فامتلأ شاول واسمه أيضا بولوس من الروح القدس فنظر إلى الساحر وقال له يا ابن إبليس يا عدو كل خير أيها الممتلئ بكل خبث وغش أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى لا تبصر نور الشمس إلى حين فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى وأدهشه تعليم الرب ثم أبحر بولوس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا ففارقهما يحنى ورجع إلى أوروشالين أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيديا ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون أيها الأخوان إن كان عندكما ما تعيذان به الشعب فتكلما فقام بولوس وأشار بيده وقال يا بني إسرائيل ويا أيها الذين يتقون الله اسمعوا إله هذا الشعب شعب إسرائيل اختر آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه واحتمل ما كان منهم نحو أربعين سنة في البرية وأباد سبع أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها واستغرق ذلك نحو أربعمائة وخمسين سنة ثم جعل لهم قضاطا حتى عهد النبي صموئيل ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بن يمين طوال أربعين سنة ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم وشهد له بقوله وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل وقبل مجيء يسوع دع يحنى جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة وقال وهو ينهي سعيه أتظنون أني أنا هو؟ لا فذاك يجيء بعدي وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه يا إخوتي يا أبناء إبراهيم ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله إلينا أرسل الله كلمة الخلاص فلا أهل أرشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بلاطس أن يقتله وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر ولكن الله أقامه من بين الأموات فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أرشليم وهم الآن شهود له عند الشعب ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات كما جاء في المزمور الثاني أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد فهذا وارد في قوله سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود ولذلك قال في مزمور آخر لن تترك قدوسك يرى الفساد لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه فانتبهوا لألا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء انظروا أيها المستهزئون تعجبوا وهلكوا فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون وبينما بولوس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولوس بالشتيمة فقال بولوس وبرنابا بجرأة كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله ولكنكم رفضتموها فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود فالرب أوصانا قال جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاص الأرض فلما سمع غير اليهود ما قاله بولوس فرحوا ومجدوا كلام الرب وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها لكن اليهود حردوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله فاتهدوا بولوس وبرنابا وطردوهما من ديارهم فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس الأصحاح الرابع عشر ودخل بولوس وبرنابا كعادتهما مجمع اليهود في أيقونيا وتكلما كلاما جعل كثيرا من اليهود واليونانيين يؤمنون لكن اليهود الذين رفضوا أن يؤمنوا حردوا غير اليهود على الإخوة وأفسدوا قلوبهم ولكن بولوس وبرنابا أقاما هناك مدة طويلة يجاهران بالرب وكان الرب يشهد لكلامهما على نعمته بما أجرى على أيديهما من العجائب والآيات وانقسم أهل المدينة فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين ولما عزم اليهود وغير اليهود ومعهم رؤساؤهم أن يهينوا الرسولين ويرجموهما شعراء بالأمر فهربا إلى لسترا ودربة والمدن المجاورة لهما في ولاية ليقونيا وأخذا يبشران هناك وكان في لسترا رجل عاجز كسيح منذ مولده ما مشى في حياته مرة وبينما هو يصغي إلى كلام بولوس نظر إليه بولوس فرأى فيه من الإيمان ما يدعو إلى الشفاء فقال له بأعلى صوته قم وقف منتصبا على رجليك فنهض يمشي فلما رأى الجموع ما عمل بولوس صاحوا بلغتهم الليقونية تشبه الآلهة بالبشر ونسلوا إلينا وسموا برنابا زيوس ومولوس هرمس لأنه كان يتولى الكلام وجاء كاهن زيوس الذي كان معبده عند مدخل المدينة بتيران وأكليل من زهر إلى الأبواب يريد أن يقدم ذبيحة مع الجموع فلما سمع برنابا وبولوس مزقا ثيابهما وأسرعا إلى الجموع يصيحان بهم ماذا تفعلون أيها الناس نحن بشر ضعفاء مثلكم جئنا نبشركم لتتركوا هذه الأباطيل وتهتدوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها ترك جميع الأمم في العصور الماضية تسلك طريقها ولكنه كان يشهد لنفسه بما يعمل من الخير أنزل المطر من السماء وأعطى المواسم في حينها ورزقكم القوت وملأ قلوبكم بالسرور فما تمكن الرسولان بهذا الكلام أن يمنعا الجموع من تقديم ذبيحة لهما إلا بعد جهد كثير وجاء بعض اليهود من أنطاكيا وأيكونيا واستمالوا الجموع فرجموا بولوس وجروه إلى خارج المدينة وهم يحسبون أنه مات فلما أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة وبشر بولوس وبرنابة في دربة وكسبا كثيرا من التلاميذ ثم رجعا إلى ليسترا ومنها إلى أيكونيا وأنطاكيا يشددان عزائم التلاميذ ويشجعانهم على الثبات في إيمانهم ويقولان لهم لابد من أن نجتاز كثيرا من المصاعب لندخل ملكوت الله وكانا يعينان لهم قصوصا في كل كنيسة ثم يصليان ويصومان ويستودعانهم الرب الذي آمن به واجتاز الرسولان مقاطعة بسدية حتى وصلا إلى بنفلية وبشرا بكلام الله في برجة ثم نزلا إلى التالية ومنها سافرا في البحر إلى أنطاكيا التي خرجا منها ترعاهما نعمة الله من أجل العمل الذي قاما به فلما وصلا إلى أنطاكيا جمعا الكنيسة وأخبرا بكل ما أجر الله على أيديهما وكيف فتح باب الإيمان لغير اليهود وأقاما هناك مدة مع التلاميذ الأصحاح الخامسة عشر ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى فوقع بينهم وبين بولوس وبرنابا خلاف وجدال شديد فأجمعوا على أن يصعد بولوس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أوروشاليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في نيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود فيفرح الإخوة كثيرا فلما وصلوا إلى أوروشاليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفرسيين وقالوا يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم أيها الإخوة تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا فما فرق بيننا وبينهم في شيء فهو طهر قلوبهم بالإيمان فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولوس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب استمعوا لي أيها الإخوة أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة أبني أنقاضها وأقيمها ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمه هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان ولذلك أرى أن لا نتقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود بل نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنة والحيوان المخنوق والدم فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولوس فاختاروا يهوذة الذي يقال له برسابة وسيلة وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة وسلموا إليهم هذه الرسالة من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاقية وسورية وكيليكيا سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولوس رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح فأرسلنا يهوذة وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأفقال إلا ما لا بد منه وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا فإذا صنتم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة فلما قرؤوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع وألقى يهوذة وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عذة طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما ولكن سيلة رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذة وحده وأقام بولوس وبرنابة في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب ومعهما آخرون كثيرون وبعد أيام قليلة قال بولوس لبرنابة تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم فأراد برنابة أن يرافقهما يحنى الملقب بمرقص ولكن بولوس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل فوقع بينهما نزاع حتى افترقا فأخذ برنابة مرقص وسافر في البحر إلى قبرص وأما بولوس فاختار سيلة وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس الأصحاح السادس عشر ووصل بولوس إلى دربا ولسترا وكان في لسترا تلميذ اسمه تيموثاوس وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني وكان الإخوة في لسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة فأراد بولوس أن يأخذه معه فختنه لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أرشليم ويوصونهم بأن يعملوا بها وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم ومروا بنواحي فريجية وغلاطية لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بيثنية فما سمح لهم روح يسوع فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس وفي الليل رأى بولوس رؤيا فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله أعبر إلى مكدونية وساعدنا فلما رأى بولوس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكيا وفي الغد إلى نيابوليس ومنها إلى فليبي وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية فقضينا بضعة أيام فيها وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها لدية من مدينة ثياتيرا تبيع الأرجوان وتعبد الله ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولوس فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب فأجبرتنا على قبول دعوتها وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة فصادفتنا جارية بها روح عراف وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها فأخذت تتبع بولوسا وتتبعنا وهي تصيح هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولوس فالتفت إليها وقال للروح آمرك اسمي يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في الحال فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال قبضوا على بولوسا وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة وقدموهما إلى الحكام وقالوا هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا وهما يهوديان يبشران بتعليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون فهاجت جموع الناس عليهما ومزق الحكام ثياب بولوسا وسيلة وأمروا بجلبهما فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لألا يهربا وعند نصف الليل كان بولوسا وسيلة يصليان ويسبحان الله والسجناء يصغون إليهما فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن وانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيود السجناء كلهم فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة فضرنا أن السجناء هربوا فاستل سيفه ليقتل نفسه فناداه بولوس بأعلى صوته إياك أن تؤذي نفسك فنحن كلنا هنا فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن وارتمع على أقدام بولوسا وسيلة وهو يرتجف ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص فقالا له آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمد هو وجميع أهل بيته ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما وفرحا هو وأهل بيته لأنه آمن بالله ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان أطلق الرجلين فنقل السجان هذا الكلام إلى بولوس قال أمر الحكام بإطلاقكما فخرجا وذهبا بسلام فقال بولوس للحرس جلدون علانية من غير محاكمة نحن المواطنين الرومنيين وألقون في السجن وهم الآن يريدون أن يخرجون سرا كلا بل يجيع الحكام بأنفسهم ويخرجونه فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام فلما عرفوا أن بولوسا وسيلة مواطنان رومنيان خافوا فجاءوا إليهما يعتذرون ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لدي فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا الأصحاح السابعة عشر فمر على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي وكان فيها مجمع لليهود فدخل بولوس المجمع كعادته فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات وقال يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولوسا وسيلة ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله وعدد كبير من السيدات الفاضلات فملأ الحسد قلوب اليهود فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولوسا وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد فما وجدوهما فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ذيافة ياسون وكلهم يخالفون أوامر القيصر فيقولون هناك ملك آخر اسمه ياسوع فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم فأرسل الإخوة في الحال بولوسا وسيلة إلى بيرية ليلا فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولوسا وسيلة فآمن كثير منهم وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولوسا يبشر بكلام الله في بيرية جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم فأرسل الإخوة بولوسا في الحال نحو البحر وبقي سيلة وتيمثاوس مدة في بيرية أما الذين رافقوا بولوس فأوصلوه إلى أثينا ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلة وتيمثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن وبينما بولوس في أثينا ينتظر سيلة وتيمثاوس ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوئة بالأصنام فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه فقال بعضهم ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟ وقال آخرون هو يبشر بآلهة غريبة لأن بولوس كان يبشر بيسوع والقيامة فأخذوا بولوس إلى مجلس المدينة في الأريو باغوس وقالوا له نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها وكان الأتينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا فوقف بولوس في وسط المجلس وقال يا أهل آثينة أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به إنه الله خالق الكون وكل ما فيه فهو رب السماء والأرض لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيدي بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منه فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم وما دمن أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم وقال له آخرون سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى فخرج بولوس من بينهم لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا ومنهم ديونيسيوس الأريباغي أحد أعضاء مجلس المدينة وامرأة اسمها داماريس وسواهما الأصحاح الثامنة عشر وترك بعد ذلك أثينا وجاء إلى كورينتوس فوجد يهوديا من أهل البنط اسمه أكيلة جاء من وقت قريب من إيطاليا هو وامرأته بريسكيلا لأن القيصر كلاوديوس أمر جميع اليهود بالرحيل عن روما فجاء بولوس إليهما وأقام يعمل عندهما لأنه كان من أهل صناعتهما صناعة الخيام وكان في كل سبت يجادل اليهود واليونانيين في المجمع محاولا إقناعهم فلما وصل سيلة وتيمثاوس من مكدونية حصر بولوس كل همه في التبشير بكلمة الله شاهدا لليهود على أن يسوع هو المسيح ولكنهم كانوا يعارضون ويشتمون فنفض ثوبه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء منكم سأذهب بعد اليوم إلى غيركم من الشعوب فانتقل من هناك إلى بيت ملاسق للمجمع يسكنه رجل غير يهودي يعبد الله اسمه تيتيوس يوستوس فآمن كيريسبوس رئيس المجمع بالرب هو وجميع أهل بيته وكان كثير من أهل كورينثوس يسمعون كلام بولوس فيؤمنون ويتعمدون فقال الرب لبولوس ليلا في رؤيا له لا تخف بل تكلم ولا تسكت فأنا معك ولن يؤذيك أحد فلي شعب كبير في هذه المدينة فأقام سنة وستة أشهر يعلم الناس كلام الله ولما صار غاليون حاكما على أخائي تجمع اليهود كلهم وهجموا على بولوس وساقوه إلى المحكمة وقالوا هذا الرجل يحاول أن يقنع الناس بأن يعبد الله عبادة تخالف الشريعة فأراد بولوس أن يتكلم فقال غاليون لليهود أيها اليهود لو كان في المسألة جرم أو جناية لسمعت شكواكم كما يقضي الحق أما أن تكون المسألة جدلا في الألفاظ والأسماء وفي شريعتكم فتدبر أنتم هذا الأمر لأني لا أريد أن أكون قاضيا فيه وطردهم من المحكمة فقبضوا كلهم على سستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام المحكمة وغاليون لا يبالي وأقام بولوس مدة من الزمن في كورينثوس ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه برسكيلا وأكيلا فحلق رأسه في كنخيرية لنذر كان عليه ولما وصلوا إلى أفاسوس فارقهما ودخل المجمع يجادل اليهود فطلبوا إليه أن يطيل الإقامة بينهم فاعتذر ولكنه قال لهم عندما ودعهم سأعود إليكم إن شاء الله وسافر في البحر من أفاسوس فنزل في قيصرية ومنها صعد إلى أوروشالين وسلم على الكنيسة ثم نزل إلى أنطاكيا وبعدما صرف فيها بعض الوقت خرج وسار في غلاطية وفريجية يقوي عزائم التلاميذ وجاء إلى أفاسوس يهودي اسمه أبولوس من أهل الإسكندرية فصيح اللسان قدير في شرح الكتب المقدسة تلقنا مذهب الرب فاندفع يتكلم بحماسه ويعلم تعليما صحيحا ما يختص بيسوع ولكنه كان لا يعرف إلا معمودية يحنى فلما بدأ يتكلم بجرأة في المجمع سمعه برسكيلا وأكيلا فأخذاه إلى بيتهما وشرحا له مذهب الله شرحا دقيقا ثم عزم على السفر إلى آخائيا فشجعه الإخوة وكتبوا إلى التلاميذ هناك أن يرحبوا به فلما وصل إلى آخائيا كان بنعمة الله عونا كبيرا للمؤمنين لأنه كان بقوة خججه يسكت اليهود علانية ويبين لهم من الكتب المقدسة أن يسوع هو المسيح الأصحاح التاسعة عشر وبينما أبلس في كورينثوس وصل أبلس إلى أفاسوس بعدما قطع أواسط البلاد فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ قالوا لا ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس فقال وَأَيَّ مَعْمُدِيَّةٍ تَعْمَدْتُمْ؟ قالوا مَعْمُدِيَّةَ يُحَنَّةَ فقال بولوس عَمَّدَ يُحَنَّ مَعْمُدِيَّةَ التَّوْبَةِ دَاعِيًا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده أي بيسوه فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوه ووضع بولوس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون وكانوا نحو 12 رجلا ودخل بولوس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة ثلاثة أشهر يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها فتركهم بولوس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس ودامت هذه الحال مدة سنتين حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب وكان الله يجري على يد بولوس معجزات عجيبة حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع فكانوا يقولون للأرواح الشريرة آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولوس وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوة سبعة أبناء يحترفون هذه الحرفة فأجابهم الروح الشرير أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولوس أم أنتم فمن تكنون فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم فهربوا من البيت عراتا مجرحين فسمع أهل أفاسوس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم وحسب ثمن هذه الكتب فبلغ خمسين ألف قطعة من الفضة وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس وبعد هذه الأحداث عزم بولوس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أوروشاليم وقال بعد إقامة فيها يجب علي أن أرى رومتا أيضا فأرسل إلى مكدونية إثنين من معاونيه وهما تيمثاوس وأرستوس وأما هو فتأخر مدة في آسيا وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولوس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفاسوس وفي معظم أنحاء آسية بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا لبل يعرض هيكل الإلهة العظيم أرطاميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار وهي التي يعبدها جميع الناس في آسية وفي العالم كله فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون العظمت لأرطاميس إلهة أفاسوس وعم الشغب المدينة كلها فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مكدونيان يرافقان بولوس في رحلته وجرهما إلى ملعب المدينة وأراد بولوس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه أن لا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب وسادت الفوضى فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين العظمة لأرطميس إلهة أفاسوس ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم يا أهل أفاسوس لا يجهل أحد أن مدينة أفاسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء لا خلاف في ذلك إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك قرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعاته شكو على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لألا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم فلا عذر لنا في هذا التجمع وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام الأصحاح العشرون ولما سكن الهياج في أفاسوس دعا بولوس التلاميذ فودعهم بكلمة تشجيع وسافر إلى ماكيدونية وسار في تلك الأنحاء يشجع بكلامه الكثير جماعة المؤمنين ثم جاء إلى اليونان فأقام فيها ثلاثة أشهر وبينما هو يستعد للسفر في البحر إلى سوريا تآمر اليهود لقتله فرأى أن يرجع بطريق ماكيدونية فرافقه سوباتروس بن بوروس من أهل بيرية وأرسترخوس وسكندوس من أهل تسالونيكي وغايوس من أهل دربة وتيمثاوس وتيخيكوس وتروفيموس فسبقونا إلى ترواس وانتظرون هناك أما نحن فسافرنا في البحر من فيليبي بعد عيد الفطير ولحقنا بهم بعد خمسة أيام إلى ترواس فقضينا فيها سبعة أيام وفي يوم الأحد اجتمعنا لكسر الخبز فأخذ بولوس يعظ الحاضرين فأطال الكلام إلى منتصف الليل لأنه كان يريد السفر في الغد وكان في الغرفة العليا التي اجتمعنا فيها مصابيح كثيرة وهناك فتى اسمه أفتيخوس جالسا عند النافذة فأخذه النعاس وبولوس يسترسل في الكلام حتى غلب عليه النوم فوقع من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا فنزل بولوس وارتمع عليه وحضنه وقال لا تقلقوا فهو حي وصعد إلى الغرفة العليا وكسر الخبز وأكل وحدثهم طويلا إلى الفجر ومضى فجاءوا بالفتى حيا فكان لهم عزاء كبير أما نحن فتوجهنا إلى السفينة فأقلعنا إلى السوس لنأخذ بولوس معنا من هناك كما طلب منا لأنه أراد السفر إليها في البر فلما لحق بنا إلى السوس أصعدناه إلى السفينة وجئنا إلى ميتيلينا ثم أبحرنا منها في اليوم الثاني فأشرفنا على خيوس وسرنا في اليوم الثالث بمحاذاة ساموس ثم وصلنا في اليوم الرابع إلى ميليتوس لأن بولوس رأى أن يتجاوز أفسوس في البحر لألا يتأخر في آسيا وهو يريد السرعة لعله يصل إلى أوروشليم في يوم الخمسين وأرسل بولوس من ميليتوس يستدعي شيوخ كنيسة أفسوس فلما جاءوا إليه قال لهم تعرفون كيف عشت معكم طوال المدة التي أقمت فيها بينكم من أول يوم جئت فيه إلى آسيا فكنت أخدم الرب بكل تواضع وبكثير من الدموع أقاسي المحنة التي أنزلتها بي مكايد اليهود وما قصرت في شيء يفيدكم بل كنت أعذكم به وأعلمكم في الأماكن العامة وفي البيوت وناشدت اليهود واليونانيين أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع وأنا اليوم ذاهب إلى أوروشليم بدافع من الروح القدس لا أعرف ما يصادفني هناك غير أن الروح القدس كان يحذرني في كل مدينة أن القيود والمشقات تنتظرني ولكني لا أحسب أن حياتي لها أية قيمة عندي مادمت أقوم بمهمتي وأتمم العمل الذي تسلمته من الرب يسوع فأنادي ببشارة نعمة الله وأنا أعرف أنكم لن تروا وجهي بعد اليوم أنتم الذين سرت بينهم كلهم أبشر بملاكوت الله لذلك أشهد اليوم لديكم أني بريء من دمكم جميعا لأني ما قصرت في إبلاغكم مشيئة الله كلها فازهروا على أنفسكم وعلى الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اكتسبها بدمه وأنا أعرف أن الذئاب الخاطفة ستدخل بينكم بعد رحيلي ولا تشفقوا على الرعية ويقوم من بينكم أنتم أناس ينطقون بالأكاذيب ليضللوا التلاميذ فيتبعوهم فتنبهوا وتذكروا أني بدموعي نصحت كل واحد منكم ليلا ونهارا مدة ثلاث سنوات والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته فهو القادر على أن يقويكم ويمنحكم الميراث مع جميع القدسين ما اشتهيت يوما فضة أحد أو ذهبه أو ثيابه وأنتم تعرفون أني بهاتين اليدين اشتغلت وحصلت على ما نحتاج إليه أنا ورفاقي وأريتكم في كل شيء كيف يجب علينا بالكد والعمل أن نساعد الضعفاء متذكرين كلام الرب يسوع تبارك العطاء أكثر من الأخذ ولما ختم بولس كلامه سجد معهم كلهم وصلى وبكوا كثيرا وعانق بولس وقبلوه وكان أكثر ما أحزنهم قوله لهم لن تروا وجهي بعد اليوم ثم شيعوه إلى السفينة الأصحاح الحادي والعشرون وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس وفي اليوم الثاني إلى رودوس ومنها إلى باترة فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فنيقيا فركبناها وسرنا فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا فنزلنا سور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها ووجدنا التلاميذ هناك فأقمنا عندهم سبعة أيام وكانوا يقولون لبولوس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أوروشاليم ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة فسجدنا على الشاطئ وصلينا ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم ومن سور وصلنا في نهاية الرحلة إلى باتولمايس فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا وسرنا في الغد إلى قيصرية فدخلنا بيت فليبوس المبشر وهو أحد السبعة ونزلنا عنده وكان له أربع بنات عذارة يتنبأنا وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ حزام بولوس وقيد به رجليه ويديه وقال يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أوروشاليم ويسلمونه إلى أيدي الوفنيين فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولوس أن لا يصعد إلى أوروشاليم فقال ما لكم تبكون فتكسرون قلبي أنا مستعد لا للقيود وحدها بل للموت في أوروشاليم من أجل الرب يسوع فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا لتكن مشيئة الرب وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أوروشاليم ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم ولما وصلنا إلى أوروشاليم رحب بنا الإخوة فرحين ودخل معنا بولوس في الغد إلى يعقوب وكان الشيوخ كلهم حاضرين فسلم عليهم بولوس وروا لهم بالتفصيل كلما أجر الله على يده بين سائر الشعوب فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولوس أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى وتوصيهم أن لا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك فاعمل بما نقوله لك عندنا أربعة رجال عليهم نذر خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا فأخذ بولوس الرجال الأربعة في الغد فاتطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقض فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم ولما كادت تنقض أيام الطهور السبعة رأى بعض اليهود الآسيويين بولوس في الهيكل فحردوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا النجدة يا بني إسرائيل هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسوسي مع بولوس في المدينة فظنوا أن بولوس دخل به الهيكل فهاجت المدينة كلها وتجمع الناس على بولوس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أرشليم كلها في هيجان فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولوس فدنى إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى أمر جنوده بأن يسوق بولوس إلى القلعة فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لألا يفتك به جمهور الشعب لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون أقتلوه وبينما بولوس يدخل القلعة قال لقائد الحامية أتسمح أن أقول لك شيئا؟ فقال له أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء؟ فقال بولوس أنا يهودي ومواطن روماني من ترسوس في كيليكية وهي مدينة معروفة جيدا فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب فأذن له فوقف بولوس على السلم وأشار بيده إلى الشعب فلما ساد السكوت خاطبهم بولوس بالعبرية قال الأصحاح الثاني والعشرون يا إخوتي وآبائي اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا فقال أنا رجل يهودي ولدت في ترسوس من كيليكية لكني نشأت هنا في هذه المدينة وتعلمت عند قدمي غمل إيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه واتهدت مذهب يسوع حتى الموت فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب فأسوقه إلى أرشليم لمعاقبته وبينما أنا أقترب من دمشق سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول ليه شاول شاول لماذا تطهدني فأجبت من أنت يا رب قال أنا يسوع الناصري الذي تطهده وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني فقلت ماذا أعمل يا رب فقال لي الرب قم وادخل إلى دمشق وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية يشهد له جميع اليهود في دمشق فجاءني وقال لي يا أخي شاول أبصر فأبصرته في الحال فقال إله آباء نختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت والآن ما لك تبطئ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه ثم رجعت إلى أرشاليم وبينما أنا أصل في الهيكل وقعت في غيبوبة فرأيت الرب يقول لي أسرع في الخروج من أرشاليم لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي فقلت هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانس جهيدك وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه فقال لي الرب هيا سأرسلك إلى مكان بعيد إلى غير اليهود من الشعوب وكانوا يصغون إلى بولوس حتى قال هذه الكلمات فصاحوا بأعلى أصواتهم أزيلوا هذا الرجل عن وجه الأرض هو لا يستحق الحياة وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولوسة إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح فلما مددوه وربطوه ليجلدوه قال للضابط الواقف بجانبه أي حق لكم أن تجلدوا مواطناً رومانياً من غير أن تحاكموه فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني فجاء القائد إلى بولوس وقال له قل لي هل أنت روماني؟ قال نعم فقال القائد أنا دفعت مالاً كثيراً حتى حصلت على هذه الجنسية فقال بولوس أما أنا فمولود فيها فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولوس فحلى قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا ثم أنزل بولوس وأحضره مجلسهم الأصحاح الثالث والعشرون فنظر بولوس إلى المجلس وقال أيها الإخوة عشت لله بضمير صالح إلى هذا اليوم فأمر حنانية رئيس الكهنة أعوانه بأن يضرب بولوس على فمه فقال له بولوس دربك الله أيها الحائط المبيض أتجلس لتحاكمني بحسب الشريعة وتأمر بضربي فتخالف الشريعة فقال الحاضرون لبولوس أنت تشتم رئيس كهنة الله فقال بولوس ما كنت أعرف أيها الإخوة أنه رئيس الكهنة فالكتب المقدسة تقول لا تلعن رئيس شعبك وكان بولوس يعرف أن بعضهم صدقيون والبعض الآخر فرسيون فصاح في المجلس أيها الإخوة أنا فرسي ابن فرسي وأنا أحاكم الآن لأني أرجو قيامة الأموات فلما قال هذا وقع الخلاف بين الفرسيين والصدقيين وانقسم المجلس لأن الصدقيين لا يؤمنون بقيامة الأموات وبوجود الملائكة والأرواح وأما الفرسيون فيؤمنون بهذا كله فارتفع الصياح وقام بعض معلمي الشريعة من الفرسيين وأخذوا يحتجون بشدة قالوا لا نجد جرما على هذا الرجل ربما كلمه روح أو ملاك واشتد الخلاف حتى خاف القائد أن يمزق بولوس تمزيقا فأمر جنوده بأن ينزلوا إليه وينتزعوه من بينهم ويأخذوه إلى القلعة وفي الليلة الثانية ظهر الرب لبولوس وقال له تشجع فمثل ما شهدت لي في أوروشاليم هكذا يجب أن تشهد لي في روما ولما طلع الصباح تآمر اليهود فحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولوس وكان المتآمرون أكثر من أربعين فجاءوا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا حلفنا لا نذوق شيئا حتى نقتل بولوس فاطلبوا أنتم وأعضاء المجلس من قائد الحامية أن يرسل بولوس إليكم بحجة أنكم تريدون تطقيق النظر في أمره ونكون نحن على استعداد لقتله وهو في طريقه إليكم وسمع ابن أخت بولوس بالكمين فذهب إلى القلعة ودخل على بولوس وأخبره بالأمر فدعا بولوس واحدا من الضباط وقال له خذ هذا الشاب إلى القائد لأن عنده ما يقوله له فأخذه الضابط إلى القائد وقال دعاني السجين بولوس وطلب أن أجيئ بهذا الشاب إليك لأن عنده ما يقوله لك فأمسك القائد بيده وانفرد به وسأله ما عندك أخبرني فقال اتفق اليهود على أن يطلب إليك أن تنزل بولوس غدا إلى المجلس بحجة أنهم يريدون تطقيق النظر في أمره فلا تصدقهم لأن أكثر من أربعين رجلا منهم أقاموا له كمينا وحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوه وهم الآن على أتم الاستعداد ينتظرون أن تستجيب لهم فقال القائد للشاب لا تقل لأحد أنك أخبرتني بهذا الأمر وصرفه من عنده ثم دع القائد اثنين من ضباطه وقال لهما أعدى مئتي جندي للذهاب في الساعة التاسعة من الليل إلى قيصرية ومعهم سبعون فارسا ومئتا مسلح بالرماح وأعدوا لبولوس خيلا تحمله سالما إلى الحاكم فيليكس وكتب إلى الحاكم برسالة يقول فيها من كلوديوس لسياس إلى صاحب العزة فيليكس سلام أمسك اليهود هذا الرجل وكادوا يقتلونه فلما عرفت أنه روماني أسرعت إليه مع جنودي فأنقذته وأردت أن أعرف بما يتهمونه فجئت به إلى مجلسهم فتبين لي أنهم يتهمونه بمسائل في شريعتهم وأن لا شيء مما يتهمونه به يستوجب الموت أو السجن ثم سمعت أنهم وضعوا خطة لاغتياله فأرسلته إليك في الحال وأبلغت خصومه أن يرفع إليك دعواهم عليه وقام الجنود بتنفيذ أوامر القائد فأخذوا بولوس ليلا إلى أنتباتريس وفي الغد رجعوا إلى القلعة وتركوا الفرسان يواصلون السفر معه فلما وصل الفرسان إلى قيصرية أدخلوا بولوس على الحاكم وسلموا إليه الرسالة فقرأها وسأل بولوس عن الولاية التي ينتمي إليها فلما عرف أنه من كيليكية قال له سأسمع منك متى حضر خصومك وأمر جنوده بأن يحرس بولوس في قصر هيرودوس الأصحاح الرابع والعشرون وبعد خمسة أيام ونحن نتقبل هذا كله بفائق الشكر في كل حين وكل مكان لا أريد أن أطيل عليك الكلام ولكن أرجو أن تأخذنا بحلمك وتصغي إلينا قليلا وجدنا هذا الرجل مفسد يثير الفتن بين اليهود في العالم كله وزعيما على شيعة النصاري ثم حاول أن يدنس الهيكل فاعتقلناه ولما أردنا أن نحاكمه بموجب شريعتنا جاء القائد لسياس وانتزعه قصرا من أيدينا وأمر خصومه بأن يرفع شكواهم إليك وأنت إذا سألته عن جميع هذه الأمور عرفت كل المعرفة من اتهمه به فأيد اليهود دعوة ارتولوس زاعمين أنها صحيحة ثم أشار الحاكم إلى بولوس يدعوه إلى الكلام فقال أعرف أنك تحكم هذه البلاد من عدة السنوات ولذلك أدافع عن نفسي مطمئنا أنت قادر أن تعرف كل المعرفة أني صعدت إلى أرشاليم للعبادة من مدة لا تزيد على 12 يوما فما وجدني اليهود في الهيكل ولا في المجامع ولا في المدينة أجادل أحدا أو أهيج جماعة ولا يمكنهم أن يثبت لك صحة ما يتهمون به الآن لكني أقر بأني أعبد إله آبائنا على المذهب الذي يدعون أنه بدعة وبأني أؤمن بكل ما جاء في الشريعة وكتب الأنبياء راجيا من الله ما يرجونهم أي قيامة الأبرار والأشرار فأنا مثلهم أبذل جهدي لأكون أبدا سليما نية عند الله والناس وجدت بعد عدة سنوات أحمل بعض التبرعات إلى شعبي وأقدم القرابين فوجدني في الهيكل جماعة من يهود أسية وكنت اطهرت وما كان معي جماعة ولا أثرت فتنة وكان عليهم أن يحضروا لديك ويتهموني إن كان لهم ما يشكونني به أما الحاضرون هنا فليقول لك أي جرم وجدوا لي حين وقفت في المجلس إلا هذه الكلمة التي نادلت بها وأنا بينهم أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن بقيامة الأموات وكان فيليكس واسع للطلاع على مذهب الرب فرفع الجلسة وقال متى وصل القائد ليسياس إلى هنا؟ أنظروا في دعوكم وأمر أحد الضباط بأن يحرس بولوس على أن يكون له بعض الحرية ولا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يزوره وبعد أيام قليلة جاء فيليكس ومعه زوجته دوروسيلا وكانت يهودية فاستدعى بولوس واستمع إلى كلامه على الإيمان بالمسيح يسوع ولما تحدث بولوس عن الصلاح والعفة ويوم الدينونة ارتعب فيليكس وقال له اذهب الآن ومتى سنحت الفرصة أستدعيك ثانية وكان فيليكس يرجو أن يعطيه بولوس شيئا من المال فكان يكثر من استدعائه ومحادثته وبعد سنتين خلفه بوريكيوس فاستوس في منصبه فأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولوس في السجن الأصحاح الخامس والعشرون ولما وصل فاستوس بعد ثلاثة أيام إلى الولاية صعد من قيصرية إلى أوروشليم فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولوس والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولوس إلى أوروشليم وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه فأجاب فاستوس أن بولوس يبقى معتقلا في قيصرية وأما هو فسيرجع إليها عاجلا وقال لينزل معي زعمائكم إلى قيصرية فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه وأقام فاستوس عندهم أياما لا تزيد على الثمانية أو العشرة ثم نزل إلى قيصرية وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولوس فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أوروشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها فدافع بولوس عن نفسه قال ما أذنبت بشيء لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر وأراد فاستوس أن يرضي اليهود فقال لبولوس أتريد أن تصعد إلى أوروشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور فأجاب بولوس أنا لدى محكمة القيصر ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم أنت تعرف حق المعرف أني ما أسأت إلى اليهود بشيء فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت فأنا لا أتهرب من الموت أما إذا كان ما يتهمون به باطلا فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم وإلى القيصر أرفع دعواي فتشاور فاستوس ومعاونوه ثم أجاب رفعت إلى القيصر دعواك فإلى القيصر تذهب وبعد بضعة أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فاستوس فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن عرض فاستوس على الملك قضية بولوس قال هنا رجل تركه فيليكس في السجن وعندما كنت في أوروشاليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه فقلت لهم من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير وأمرت بإحضار الرجل فعرض متهموه دعواهم فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع وبولوس يزعم أنه حي فحرت في الأمر فسألت بولوس أيريد أن يصعد إلى أوروشاليم ليحاكم فيها ولكن بولوس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر فقال أغرب باس لفستوس ليتني أسمع أنا هذا الرجل فأجابه فستوس غدا تسمع وفي الغد جاء أغرب باس وبرنيكا في أبهة عظيمة ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة فأمر فستوس بأن يحضر بولوس فحضر فقال فستوس أيها الملك أغرب باس ويا جميع الحاضرين معنا هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أوروشاليم وهنا وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر فعزمت أن أرسله إليه وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغرب باس حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه الأصحاح السادس والعشرون فقال أغرب باس لبولوس نأذن لك أن تدافع عن نفسك فأشار بولوس بيده وقال في دفاعه أيها الملك أغرب باس يسرني أن أدافع عن نفس اليوم لديك وأرد على كل ما يتهمني به اليهود خصوصا إنك مطلع كل الإطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرة من أيام صغري وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أوروشاليم فهم يعرفون من عهد بعيد ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا فعشت فريسيا وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجع شائر بني إسرائيل الاثنتا عشرة تحقيقه عابدين الله ليل نهار بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي وهذا ما فعلت في أوروشاليم فسجنت بتفويد من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم واشتدت نقمة عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويد من رؤساء الكهنة وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يصطع حولي وحول المسافرين معي فوقعنا كلنا إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية شاول شاول لماذا تطهدني صعب عليك أن تقاومني فقلت من أنت يا رب قال الرب أنا يسوع الذي تطهده أنت قم وقف على قدميك لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤية التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله فينال بإيمانهم به غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين ومن تلك الساعة أيها الملك أغرباس ما عصيت الرؤية السماوية فبشرت أهل دمشق أولا ثم أهل أرشاليم وبلاد اليهودية كلها ثم سائر الأمم داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاول قتله ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص وبينما بولوس يدافع عن نفسه بهذا الكلام صاح فستوس بأعلى صوته أنت مجنون يا بولوس ساعة علمك أفقدتك عقلك فأجابه بولوس كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس وأنا أنطق بالحق والثواب فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها لأنها ما حدثت في زاوية خفية أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغرباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم فقال أغرباس لبولوس أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟ فأجابه بولوس إن بالقليل أو بالكثير فرجاء من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود فنهض الملك والحاكم وبرنيكة والجالسون معهم فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون ما عمل هذا الرجل شيئا؟ يستوجب به الموت أو السجن؟ وقال أغرباس لفستوس كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لو لأنه رفع دعواه إلى القيصر الأصحاح السابع والعشرون ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا سلموا بولوس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدة وأظهر يوليوس عطفه على بولوس فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس ومنعتنا الريح من النزول فيها فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائيا وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا فأخذ بولوس ينذرهم قال أيها الرفاق أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها بل على أرواحنا أيضا لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولوس وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي فيقضون فصل الشتاء فيه فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام فوقف بولوس بينهم وقال لهم أيها الرفاق كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته إلا أن السفينة وحدها ستتخطم ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي لا تخف يا بولوس فلابد لك أن تحضر لدى القيصر والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي فلابد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر فلما قاسوا عمق البحر وجدوه مئة وعشرين قدما ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو تسعين قدما فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية فألقوا من مؤخر السفينة أربع مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة فقال بولوس للضابط وجنوده إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء واقترب طلوع النهار فطلب إليهم بولوس أن يتناولوا بعض الطعام قال مضى الآن أربعة عشر يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا ثم كسره وبدأ يأكل فتشجعوا كلهم وأكلوا وكان عددنا في السفينة مائتين وستة وسبعين نفسا وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لألا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولوس فمنعهم من ذلك وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون إما على الألواح وإما على حطام السفينة فوصلوا كلهم إلى البر سالمين الأصحاح الثامن والعشرون ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطة وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا وبينما بولوس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولوس قال بعضهم لبعض لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجى من البحر ولكن بولوس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بدرر تغير رأيهم فيه وقالوا هذا إله وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة فأكرمنا ورحب بنا مدة ثلاثة أيام وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال فدخل بولوس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه وبعد ثلاثة أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة فنزلنا إلى مدينة سراكوسا وأقمنا فيها ثلاثة أيام ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي حيث وجدنا بعض الإخوة فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم سبعة أيام وهكذا وصلنا إلى روما وسمع الإخوة في روما بوصولنا فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة فلما رآهم بولوس شكر الله وتشجع ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولوس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه وبعد ثلاثة أيام دعا بولوس وجهاء اليهود إليه فلما اجتمعوا قال لهم أيها الإخوة أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا مع ذلك اعتقلني اليهود في أرشاليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين فنظروا في قضيته وأرادوا إخلاء سبيل لأن لا جرم علي أستوجب به الموت ولكن اليهود عارضوا فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل فقالوا له ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء ولكننا نود أن نسمع منك رأيك لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولوس وهم أكثر عددا فأخذ بولوس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر وقبل أن ينصرف من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولوس هذه الكلمة صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعية اذهب إلى هذا الشعب وقل له مهما سمعتم لا تفهمون ومهما نظرتم لا تبصرون تحجر قلب هذا الشعب فسد آذانهم وأغمض عيونهم لألا يسمعوا بآذانهم ويبصر بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم ثم قال لهم فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب وهم سيستمعون إليه فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف وأقام بولوس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره فيبشر بملكوت الله معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح